أصعد الله قتلكم بكل خير وأهلا بكم في هذه الفقرة الخاصة التي نخصصها لموضوع ما يحدث في المشاريع التي كان تم الإعلان عنها إن كان مع سيد محمد العبار وإن كان أيضا فيما يخص مشروع المليون واحدة في مصر يسعدني أن أرحب بسيد حسين صبور وهو رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية بالتأكيد لمتابعة التصريحات الأخيرة أيضا الحكومية فيما يخص عدين الموضوعين أستاذ حسين مرحبا بك شكرا لحضورك معنا قبل أن نبدأ الحديث والحوار هذه المرة اسمح لي أن نستمع إلى هذا التقرير الخاص عن حسم الحكومة المصرية الجدل الدائر بشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر حالة من الترقب والانتظار عاشها القطاع العقاري في مصر طيلة الشهور الماضية ترقم لما ستسفر عنه المفاوضات مع المستثمر الإماراتي محمد العبار بشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وترقم لموقف شركة أربتيك الإماراتية من مشروع المليون واحدة سكنية فبعد فترة من التكهنات بشأن تعفر المفاوضات الخاصة بالعاصمة الإدارية جاء تأكيد الحكومة المصرية بأن مذكرة التفاهم التي وقعت مع العبار في مؤتمر شرم الشيخ لم تتحول إلى عقد وأن المشروع الذي تصل تكلفته إلى نحو 45 مليار دولار سيتم طرحه على مجموعة من المطورين العقارين هيبقى العنصر الرئيسي الماستر بلانر حتق بالدولة وحددخل جوه الماستر بلان دي بمكوناتها جوه التصميم العام ده بمكوناته قطاع خاص مختلف في كل مكون من المكونات قطاع خاص محلي أو قطاع خاص أجنبي قطاع خاص أجنبي أو قطاع خاص عربي هذا يعني المذكرة لو قاعدة شرم الشيخ مع سيد محمد العبار قلغيات تماما هي ما التوارد مش قلغيات ما التواردش إلى عقد ولكن أنا أعتقد أنه هيحصل تفاهم في المرحلة القادمة جيد سيد محمد العبار والشركات المطورة الإماراتية تدخل ضمن المكونات الرئيسية المشروعة ورغم تأكيد الحكومة المصرية بأن المفاوضات لا تزال قائمة مع العبار لتطوير جزء من مشروع العاصمة إلا أن المؤكدة هو فوز تحالف يضم خمسة مكاتب استشارية مصرية بإعداد المخطط العام وأن الحكومة ستكون المطورة الرئيسية لهذا المشروع والذي سينفذ على مساحة تزيد على 170 ألف فدان دور الدولة هنا أنها بتخطط وبتحط المواصفات اللي المطورين هيشتغل عليها واخد بالك وبعد كده الدولة بتدي المطور لحطة الأرض هو بيبنيها وبيرفقها من جوة يا الدولة بتوصل مرافق رئيسي لحد رأس الأرض وهو بيبني جوة الحدود بتاعت أرضه بيرفق المرافق الداخلية وبيبني المشروعات حدود المواصفات اللي حطها للدولة هذا مفهوم أن تكون الدولة هي المطور الرئيسي للمشروع كما قال وزير الإسكان؟ بالزبط وإذا كان الجدل بشأن مشروع العاصمة الإدارية قد حسم فإن الجدل لا يزال قائما بشأن العقد الذي وقعته شركة أرابتيك العام الماضي لبناء مليون وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار دولار فمع تغييرات مجلس إدارة الشركة ووضع الحكومة المصرية صيغة للتعاقد مع الشركة زادت التكهنات بشأن عدم تنفيذ المشروع رغم نفي شركة أرابتيك مراراً ورغم ما تردد عن تحول المشروع إلى بناء 100 ألف وحدة سكنية فقط ليبقى القطاع العقاري رهن اتضاح الصورة ليس فقط بشأن الجهات التي ستنفذ هذه المشروعات العملاقة وإنما أيضاً بشأن سبل تمويلها يسين الجهاري سين بي سي عربية القاهرة إذن لنبدأ نقاشنا اليوم مع سيد حسين صبور وهو رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية مرحباً بك من جديد أستاذ حسين سأبدأ بالشق الأول من هذه المقابلة التي تختص طبعاً بسيد محمد العبار بحسب التصريحات التي سمعناها لوزير الاستثمار الأستاذ سلمان كان قد قال بأنه بالفعل مذكرة التفاهم لم تتطور إلى عقد ما الذي يعنيه ذلك هل نحن نتحدث عن تعثر المفاوضات مع سيد محمد العبار يعني أن ننسى هذه المذكرة ونبدأ بالتفكير في الأمور الطريقة الجديدة زي ما التقرير قال أن النهاردة الذي ستولى تنفيذ العاصمة الجديدة المرحلة الأولى فيها 45 مليار دولار مش كل العاصمة مرحلة الأولى فقط هي ستكون الحكومة المصرية ستقوم هي بكل شيء وستعرضها على مجموعة مطورين كل من يستطيع أن يطور جزء بغرض أو بفلسفة أو بهدف تقبل الحكومة المصرية ستطيع هذا الجزء إذن كابتل سيتي بارتنرز الآن ليست موجودة في المفاوضات مع الحكومة المصرية لإنشاء كما ذكرت المرحلة الأولى من المدينة الإدارية ما هو السبب الرئيسي لتعثر المفاوضات؟ أن محمد العبار لم يستطع الاستجابة لطلبات الحكومة المصرية كانت قد طلبت منه أن يحول إلى مصر مبلغ معين لإثبات الجدية يضعه باسمه في البنك المركزي كم هو هذا المبلغ أستاذ حسين؟ يقال أنه 5 مليار دولار ثم خفض إلى 3.5 مليار دولار وهو لم يقبل هذا الموضوع أو لم يستطع الاستجابة لهذا الموضوع فكل الصداقة وبين غير أي زعل هو له شغل كثير أوي في مصر انسحب من هذا الموضوع وهو مصرية قالت أنا مش هدور على غيره أنا عندي القدرة أن أعملها الوحدي وبدأت هي وفعلا وصلت إلى مكتب مصري مكون من خمس مكاتب فرعية ليكون بعمل المخطط العام فقط والمخطط العام للمرحلة الأولى كاملة الآن وممكن تنفيذه فما فيش أي خلاف كبير والعبار وغيره أهلا وسهلا بهم يقضوا أجزاء من هذا المخطط العام أستاذ حسين عم تتحدث أنه أنا مجموعة من المطورين العقاريين الذي على ما يبدو أنه هلأ أعطي إليهم وضع المشروع أو مخطط المشروع برأيك أي أفضل الحكومة المصرية من بعد الحديث عن هذا الطلب الذي ذكرت أنه يكون تنفيذ المشروع من قبل مستثمر واحد كما كان مطروح سابقا يأتي بأموال من الخارج أم أعطاه للمطورين العقاريين وما سيترتب على ذلك ربما من شركات أخرى من المؤكد أن التمويل من الخارج أفضل وكون أن العبارين سحب ليس معنى ذلك أنه ليس غيره هو وغيره من الخارج ليموله بس بدلا ما يكون وضعنا البيت كله في سلة واحدة سيضع البيت في سلال كثيرة طب كيف سيتم التمويل كيف أيه كيف سيتم التمويل يعني الحكومة المصرية عند الكثير من الربما تشعل الجزء الآن الحكومة المصرية ستمول أعمال المرافق كاملة من الخارج ومؤكد أنها ستمول المباني الإدارية للوزارات مؤكد مش هنبني مبنى البرلمان ونطلب من حد يموله مش هنبني القصر الجمهوري نطلب من حد يموله لكن خلاف ذلك في المشروعات الأخرى السكنية والفندقية والسياحية وغيرها مؤكد أن المطور سيأتي يدرس جدوى هذا المشروع بتاعه ويأتي بأمواله من الخارج أو من الداخل ويعطي الحكومة حقها ويعقد هو ربحه من ضمن المفاوضات كان هناك تركيز أيضا ويمكن الناس كلها شافت الفيديو الذي كان تحدث فيه الرئيس المصري لسيد محمد العبار طالبا منه التنفيذ بأسرع وقت ممكن نحن تحدثنا عن فترة زمنية لسبع سنوات الآن تقسيم المشروع برأيك قد يحقق هذا الهدف بالفعل نحن كنا نتكلم كله عن مرحلة الأولى اللي هي سبع سنوات ثم قفضت لخمس سنوات بيننا عن طلب الرئيس الجمهورية المصرية أعتقد أنه إذا قسم وأدير إدارة جيدة ممكن أن ينفس بالخمس سنوات طب التحالف خمس مكاتب استشارية سوف يضع المخطط العام للمشروع كما ذكرت ما هي الخطوات القادمة الآن؟ الخطوات القادمة أن الحكومة تعتمد هذا المخطط العام ثم تبدأ في طرحه على الشركات القادرة أنها تقوم كل شركة كل مطور يأخذ منطقة معينة يطورها تبقى لما هو موجود في المخطط العام المخطط العام حول المنطقة دي منطقة سكنية منطقة فنادق منطقة مطاعم إلى أخر مستشفيات فكل مطوري منطقة يتعجبه ويتقدم لحكومة وتتفاوض معه عندما يصل إلى اتفاق سيبدأ عمله فبدل ما سيكون المطور العام فقط هو العبار سيكون مطور عام عشرات المطورين بس هل تتوقع أن يكون أحد هذا المطورين يبقى ربما شركة كافتل ستي بارتنرز؟ العبار مؤكد مؤكد هو مرحب به جدا والحكومة المصرية أكثر من مرة كنا لغينا العقد الأولاني معاه لكن هو مرحب به جدا أن يأخذ ما يريده فيما بعد ذلك ضمن آخرين خلينا أيضا نتحدث عن موضوع الشراكات الشراكات نحن نتحدث أنه كان في تأكيد على المطور المحلي الآن في ظل التغييرات الأخيرة هل نتوقع شراكات أجنبية؟ هو دلوقتي اللي ممكن أن يحدث عبارة عن شراكات أجنبية مع مصرية أو مصرية المنفردة المهم من أين نسائت التمويل طيب نحن لحد الآن بعد نتحدث بمذكرات تفاهم الآن مذكرات تفاهم لكابتل سيتي بارتنرز شلناها يمكن على جنب الآن أنت تؤكد بأنه بالفعل لا توقيع على هذه المذكرة وانتهت هل هناك توقيع عقود ولا نحن نتحدث عن مذكرات تفاهم مع مجموعة المطورين اللي ذكرتم لأن المخطط العام الذي تم إقراره لم يعلن على الجمهور أو على أصحاب المهنة حتى الآن هناك مخطط عام قام به خمس مكاتب تخطيط رائعة في مصر تجمعت مع بعض وهذه المكاتب الخمسة عملت مخطط عام الحكومة اعتمدته لكنه لم تطرحه ولم تعلنه للجمهور سيعلن وفي هذه الحالة سيأتي المطورين كلهم فيما يخصهم أستاذ حسين سأستبقيك معنا سنأخذ هذا الفصل القصير ونعود لاستكمال هذا الحديث إذن من جديد إلى ضيفي من القاهرة السيد حسين صبور وهو رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلة أستاذ حسين الأوساط أيضا تناقلت من بعد زيارات متعددة للرئيس السيسي إن كان لروسيا وإن كان للصيني ممكن هنا بالتحديث كان حديث أنه كان هناك اجتماعات مع مطورين صينيين وربما أيضا قد يكون هناك سبل للتمويل ما هي صحة هذه الأخبار وما هي يمكن الدقة فيها لا اللي حدث في الصين أن هناك مقاول صيني حكومي كبير جدا تقدم ليأخذ مقاولات في مصر ويقوم بتمويل هذه المقاولات بمعنى أنه ليس مطور وإنما مقاول سينفذ بعض المشروعات الحكومية المصرية ولا تقاضى أتعابه أو قيمة عقوده فورا وإنما يأخذها مؤجلة هذا ليس مطور وإنما مقاول من مقاولين العالمين الكبار جدا الحكوميين طيب الرئيس السيسي أيضا كان قد تحدث عن الانتهاء من تطوير حوالي عشرة ألاف فدان من المشروع خلال عامين برأيك هذه المدة كافية والله لما قال الرئيس السيسي أنه سيعمل قناة السويس في سنة وكل الناس لم يصدقوش اتعمت في سنة فأنا لم أتدارس الموضوع حتى أقول كافية أو مش كافية لكن أؤكد أنه عندما قال ذلك هو يعني ما يقول طيب أنا أريد أن أرجع على التحالف الذي تم اختياره لوضع المخطط أنت كنت من بين المتنافسين كيف تم الاختيار هذا التحالف يعني شو الكريتيرا اللي نحن اعتمدناها بالانتقاء هو كانوا مشروعين فقط متقدمين مشروع أنا مكتبي مقدم مشروع التحالف الآخر مقدم وقدموا لوزارة الإسكان وزارة الإسكان قيمت كل مشروع ومن فيهم أكثر استعدادا وسرعة في التنفيذ واختاروا الخطة الآخر مع كل الترحيب عنيش أي غضاضة في ذلك لأن الثقة في وزارة الإسكان رائعة وهم رأوا أن المخطة الآخر هو الأفضل لهذا المشروع مبروك عليهم وربنا يوفقهم طيب خلينا أنتقل لموضوع المليون وحدة هذا الموضوع الذي أخذ الكثير من اللغة في الفترة الأخيرة إلغاؤه إبقاؤه يمكن تقليص عدد الوحدات وما إلى ذلك بالتأكيد القطاع العقاري ينتظر هذا المشروع لأهميته بالنسبة لي محدود دي الدخل لماذا يتأخر المشروع حتى الآن أنا أحكي لك المشروع ده قصته من أوله من أوله أراب تيك تقدمت إلى الجيش المصري لتشاركه أو لتعمل معه في عمل مليون وحدة سكنية كمقاول الجيش المصري أحل الموضوع إلى وزارة الإسكان وهو ده الأصح وزارة الإسكان قالت لأراب تيك أنا لا أريد مقاولين أجانب أنا أريد مطورين إذا كنت مستعد أن تعمل معي كمطور بعد ذلك بدأ يعمل مواصفات ورسومات بأن كان بعض البضاعة أو كثير من المواد البناء ستأتي من الصين حتى تكون رخيصة اتحاد الصناعات المصري قال لا أقبل أن تأتي بضاعة من خارج مصر تنتج في مصر من أولى أن هذه الشركة الأجنبية إذا أرادت أن تعمل في مصر عليها أن تبدأ بشراء البضاعة المصرية وقيل لأراب تيك من الحكومة ما هو موجود في مصر طالما سعره مناسب تفضلي خليه لن نقبل إدخال بضاعة عالمية طالما توجد بضاعة مصرية بسعر مناسب فبدأت تغير دراستها أن كل شيء سيكون مصريا واستمر الجدل في هذه الفترة تغير مجلس إدارة أراب تيك ثلاث مرات فكانت يبدأ التفاوض ثم يتوقف لأخرين يأتوا ثم يبدأ يتوقف إلى آخره هذا طول المدة جدا في هذه الفترة الحكومة المصرية العقد التي ستعملها مع أراب تيك أصبح تقريبا منتهي ففترحته على كل المطورين المصريين وأراب تيك وقالت أنا أي مطور يقبل هذا العقد أهلا وسهلا بي بشرط بالنسبة للمطورين اللي مش كبار أقل عدد بين الوحدات ياخدها عشر تلاف وحدة سكنية هذا أقل عدد طيب أراب تيك طبعا الهيئة الهندسية عندها بعض بعض مراحزات على العقد عندها بعض اختلافات في العقد لكن لم تقطع المفاوضات حتى الآن إذا تكلمت مع الحكومة المصرية تقول المفاوضات جارية تكلمت مع أراب تيك تقول المفاوضات جارية لكن أنقصوا العدد من مليون وحدة سكنية إلى مئة ألف وحدة سكنية وحددة مواقعها محددة فعلا محددة ومخصصة أن هذه الموقعين في مدينتين موقع ستين ألف وحدة وموقع أربين ألف وحدة دون مواقع أراب تيك ومتروكين لأراب تيك يعني بالفعل تم تقليص المشروع من مليون إلى مئة ألف حتى الآن أيوة الهيئة الهندسية لتأخر لتأخر المشروع ما حابوش عطلوا كل مصر إنه عطلوا موقعين بس طيب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ما هو دورة في المشروع ولا حاجة أبدا نهائي طيب هذا المشروع مع موضوع الإسكان لأنه كان بالتأكيد في حديث عن هذا الموضوع أيضا ودخول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على الخط طب أنا في عندي بعض موضوع مهم جدا الاشتراطات التي تتعام تذكر البعض منها حول استخدام المواد التي يجب أن تكون من مصر فقط من بين الاشتراطات أيضا التي كانت قد طراحتها الحكومة المصرية هو موضوع الربحية يعني عم نتحدث هنا تحديد نسبة ربحية الشركة بسبعة ونصف في المئة ووجود أيضا بحسب الشروط مراقب لحسابات المشروع لضمان عدم زيادة الأرباح عن هذه النسبة هل هذا سبب آخر أيضا كان سبب في تأخر المشروع برأيك طبعا هذه أحدى النقطة التي مخلية الأراب تيك أو غيرها حريص جدا في دراسة قبوله لهذا العقد حكومة المصرية وضعها لأي يعني شركة قوية تقبل به طيب كسبعة ونصف في المئة هل تعتبر بأنها هي مستوية ربما تكون مغرية لأي شركة يعني حضرتك كمان لو حطيت محلها كمستثمر مكان آرابتك هل كنت اللي تقبل بهذه الأرقام هي سبعة ونصف في المئة من قيمة المشروع مش من رأس مالي فالمشروع ممكن يكون قيمته كبيرة جدا على رأس مالي معي حضرتك أنا بشتغل في المشروع ده وببني وببيع وببني وببيع وببني وببيع قد يكون المشروع دقيمته ضخمة جدا لكن رأس مالي المستثمر فيه قليل فهي تعتمد على كل شركة هل هي تقبلها أو لا تقبلها أنا أعتقد أنها نسبة مناسبة للطرفين طيب الآن طالما نحن اختصرنا إلى مئة ألف وحدة كما ذكرت السؤال الآن يتردد أنه هل لدينا شركات مصرية قادرة على تنفيذ هذا المشروع وخصوصا أنه نحن نتحدث عن الاستثمارات التي قد ترتفع إلى حوالي ما يقارب الأربعين مليار دولار إذا ما بنينا مليون وحدة يعني عشان أوضحنا حضرتك أنا مكتبي بيشرف الآن على مشروع بناء مدينة اسماعيلية جديدة فيها وحدات أكثر من مئة ألف وحدة وبيبنيها مقاولين مصريين وبسرعة شديدة مقسمة على مقاولين كتار مش على مقاول واحد لكن النهاردة بتبنى مدينة كاملة في صحراء سينة شرق القناة الجديدة اسمها مدينة اسماعيلية جديدة بتبنى لا أحد يشعر بها حتى تتم في منتاز سرعة بمقاولين مصريين هذا ممكن جدا تتبنى نعم بدي أرجع للقطاع العقاري في ظل هذه التعثرات أو خلينا نقول هذا التأخير كيف للقطاع العقاري في مصر أن يتأثر وكيف فرص الاستثمار هناك وخصوصا في ظل شح يمكن السبل التمويلية هو ما تم بناءه العام الماضي من القطاع العقاري بمقاولين مصريين ومطاولين مصريين أكثر مما تم بناءه في أي سنة قبل ذلك إذن رغم ما نسمع به من تعثر دي وتعثر دي لكن ما يسير ويجري أكثر جدا مما كان في السابق المشكلة النهاردة زي ما حالك قلت مشكلة التمويل النهاردة أي مشروع في مصر لأن مصر لازم لا نخفي أننا محتاجين إلى تمويل عندنا أزمة مالية فأي مشروع في مصر المحتاج إلى دراس التمويل دراسة جادة لكن أي مشروعات عقارية إذا بنيت مناسبة للمجتمع فهي بتتباع من على الرسومات لكن ما عملش عقار بسعر غالي جدا ما حدش أشتريه يعني إحنا الشركة بتاعتنا وتبني مجتمعات سكنية في كل أنحاء الجمهورية وكلها مباعة فبالتالي أنت برأيك أن موضوع التمويل يجب أن يكون بحسب المشاريع وبحسب أسعارها التمويل الحكومي أيضا لهذه المشاريع الكبيرة البعض يذهب ويقول بأنه نحن بالتأكيد الدولة عند الكثير من يمكن من المشاكل بهذا الموضوع بالتحديد هنا أتحدث بشكل رئيسي ربما على العملة الأجنبية برأيك كيف لنا أن نتدارك هذا الموضوع أيضا أننا نشتري معظم المواد من مصر ما أروحش أشتري من خارج أي حاجة إلا ما لا يوجد في مصر لكن إذا جد فكر في البناء المصري الرمل والزلط والإسمنت والحديد والسيراميك والخشب كل ده موجود بينتك في مصر الخشب طبعا يسترد لكن الشباك تعمل الألومنيوم مصري كل ما أستطيع أن أمصره سيجعل احتياج العملة الصعبة قليل الصوت الشارع يقول لماذا لا تطرح الحكومة على المستثمر والقطاع الخاص في مصر بناء وحدات لمحدودية الدخل الحكومة طرح هذا كلام طرح هذا كلام من زمان طرح لمحدودية الدخل والإسكانة المتوسط المتوسطية الدخل أيضا لأن المطورين الأقاريين مثل شركتنا متجهين أكثر إلى البناء إلى الحاجات اللي هي فوق المتوسط والمتميز ليه بنبني الدول لأن دول فلوسهم جهزة فلوسهم متوفرة فلما ببني فوق متوسط وببني فاخر في ثانية بيشترى لكن لما ببني متوسط ومحدودية الدخل بألاقي بصعوبة أن أنا أبيع ليه؟ لأن الطلب موجود لكن القدرة مش موجودة النهاردة الحكومة خفضت الفايدة على الخلوض الأقارية لمتوسطي ومحدودية الدخل لمحاولة إقناعهم بأخذ تمويلات من الشركات تمويل الأقاري بعدما خفضت الفايدة وهذا ربما سيساعد شوية لكن الحكومة متجهة اتجاه شديد جدا إلى تركيز عمليهية على المتوسط ومحدودية الدخل إذن أستاذ حسين فقط لحتى نعطى الخلاصة مبدئيا العاصمة الإدارية الآن المذكرت التفاهم تعثر تمام مع شركة كابتل سيتي بارتنرز وطرح على خمس مقاولين أو مطورين تحالف واحد داخل مصر لا مطورين خمسة مصممين مصممين لوضع خطط المخطط العام المخطط العام وتنفيذ أيضا مشروع المليون وحدة الآن يقتصر على مائة ألف فقط لأرابتك إذا تم اتفاق على العقد مؤخرا ما ذل الاتفاق على العقد في بعض الشوائب يعني حتى المائة ألف في عليا سؤال ما ذل في بعض الشوائب وإلا يمضل عقد على فورا لم يوقع العقد حتى الآن إذن لا عقود تم بالفعل توقيع حتى الآن أنا بدي أشكر حضورك معي السيد حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر